موسيقى 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 أحييكم مشاهدين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم إنه اليوم الذي يستذكر فيه شعبنا معركة الكرامة الخالدة حين انتصرت الإرادة على الاستكبار المجرم وكما انتصر شعب الشهداء والأسرة في هذه المعركة المفصلية فحتما سينتصر في كل معاركه رغم المحاولات المشبوهة لتصفية القضية الوطنية وفي الوقت الذي تعيش فيه قضيتنا أكبر التحديات في ظل إدارة أمريكية اختارت الإنقلاب على الشرعية الدولية بقرار اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال يقف الرئيس أبو مازن في وجه مشاريع التصفية وفي هذه الأثناء تخرج أصوات المهرولين إلى أحضان أمريكا وتتصاعد الهجم الإعلامي التحريضي بحق الرجل الذي قال كلمة الفصل تجاه المصالحة الداخلية إما أن تتسلم السلطة القطاع بشكل كامل وإما لتتحمل سلطة الإنقلاب مسؤولياتها فماذا ستختار حماس نتحدث في هذا اللقاء عن الأوضاع الداخلية بعد كلمة الفصل للرئيس أبو مازن حول ذلك يسعدني أن أستضيف السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية مساء الخير مساء الخير يا أهلا ومن القاهرة الدكتور محمد حمزة الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية مساء الخير دكتور محمد لا لا مش بالأهرام مساء النور يا أهلا منتدى الشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية ونعتذر وقبل البداية مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير للزميل فالح نصير فالح بعد ذلك نبدأ الحوار أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا خمسون عاما مضت على معركة الكرامة التي ظلت راسخة في الذاكرة رغم الأيام والسنوات لما لها وما عليها من أهمية حين ردت الكرامة العربية بعيد هزيمة حرب عام سبعة وستين إبانا النكسة لتشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا للتضحيات الجسام التي قدمها الفدائيون الفلسطينيون بمشاركة المدفعية الأردنية الزمان الحادي والعشرون من أذار عام ثمانية وستين المكان الضفة الشرقية لنهر الأردن لتبدأ المواجهة بين الفدائيين والجيش الذي قيل فيه المديه ووصف بأنه الجيش الذي لا يقهر سرعان ما سقطت هذه المقولة في ظل الصمود الأسطوري من قبل الفدائيين في معركة استمرت نحو 16 ساعة أعلن فيها جيش الاحتلال استسلامه ليتراجع وينسحب من المكان ساحبا خلفه ذيول الهزيمة التي لحقت به هذه المعركة التي أعادت الثقة للعرب وكسرت شوكة الاحتلال شكلت مرحلة مفصلية في حياة الفلسطينيين والحقت خسائر مادية ومعنوية بجيش الاحتلال الذي طلب وقف إطلاق النار لأول مرة في تاريخه بيد أن معركة الكرامة زادت من زخم وإقبال المتطوعين الذين التحقوا بالمقاومة الفلسطينية فضلا عن أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وصدارة الأحداث في ظل الاهتمام بها من قبل الإعلام العربي والغربي فضلا عن أنها ساهمت في ميلاد مواقف غربية مؤيدة للمقاومة والقضية الفلسطينية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس غير أن هذه المعركة قلبت اليأس إلى أمل ونقطة تحول في التاريخ النضالي العربي وقد شكلت تأشير تعبور للقضية الفلسطينية للعمق العربي والدولي ومنذ ذلك الحين ولم يسقط شعبنا المقاومة ليبقى هذا الخيار حاضرا في رحلة الكفاح على درب الحرية وكنس الاحتلال الذي يستبد في مشارق الأرض ومغاربها وبينما يتغنى العالم بمعركة الكرامة التي لن تمحوها الأيام من ذاكرة الاحتلال الإسرائيلي تعود حركة حماس إلى المربع الأول عبر تصريحاتها تارة وأفعالها على الأرض تارة أخرى من خلال طرح خطط بديلة عبر حديثها عن فتح قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية التي تعد خططها في ليل حالك للقضايا على قضيتنا الفلسطينية هذه التصريحات التي من شأنها توتير الأجواء وتعميق الانقسام ترمي حركة حماس من خلفها إلى فرض أنصاف الحلول بما يتناسب مع مقاسها الخاص في ظل تعطيلها المصالح الوطنية الداخلية عبر إمساكها بحكم غزة بعيد انقلابها الذي وجدت فيه حلاوة السلطة حركة حماس وفي تلميح أبلغ من التصريح ظلت المعطلة الأول للمصالحة التي لم يقوى عودها بعد برفضها تسليم قطاع غزة للحكومة لممارسة مهامها لتبقى سياسة التعنط هي السمة الغالبة على مواقف تلك الحركة اللاهثة خلف مصالحها الفئوية في تجاهل للمصلحة الوطنية وما يزيد من تدهور الأوضاع تحريض حركة حماس ووسائل الإعلام غير الحيادية على القيادة الفلسطينية وسيادة الرئيس والحكومة لتتسع دائرة الانقسام يوما تلويوم بعد أن أدارت تلك الحركة ظهرها للمصالحة ومشت لبرنامج ملف اليوم فالح نصير فالح شكرا لزميل فالح نصير فالح على هذا التقرير ويجب في البداية ونحن نطل عليكم بهذه الإطلالة الجديدة أن نتوجه بجزيل الشكر لكل الزملاء الذين بذلوا كل الجهود للخروج بهذا الشكل الجديد وإتمام هذا الأستوديو الجديد وعلى رأس هذه الجهود بالتأكيد الأخي الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي شكرا لكل الجنود المجهولة أيضا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ونحن قدما إلى الأمام لنعبر بالصوت والصورة عن صوت شعبنا ورسالته الوطنية للعالم أجمع سيد عزامل أحمد مساء الخير مساء الخير عجبك للستوديو أول شيء والله جميل جدا وبيخلي الواحد حتى ذهنه يصير صافي أخذ أهلا وسأل فيك سيد عزامل أحمد قبل الغوز في تفاصيل الموضوع الداخلي والمستجدات الداخلية اليوم ذكرى الخمسين لمعركة الكرامة الخالدة ماذا تمثل هذه الذكرى بالنسبة لشعبنا الفلسطيني؟ يعني أنا بعتقد معركة الكرامة فعلا كانت نقطة تحول في التاريخ الفلسطيني والعربي والإسرائيلي والعالمي نعم أثبت الفلسطينيون عدة مئات من المقاتلين الفلسطينيين يتمركزوا في غور الأردن نعم جيش جرار اشتاح نهر الأردن وشكل الأبطال الفلسطينيون معركة أسطورية ستبقى خالدة من جيل إلى جيل وأذكر كنت في عمان في ذلك الوقت أدرس التوجيه بعد أن خرجت من هنا بعدة أشهر يعني حصلت المعركة وكنا في التنظيم المدارس الثانوية لحركة فتح بدأنا يعني من كل حد وصوب من المخيمات من المدن يذهبوا إلى معركة الكرامة يعتقدوا أنها يعني متشوكون عندما سمعوا بالبطولات نعم أيضا أنا بحي أذكر تماما أنه أكثر من سبعين شهيد كانوا خريجين جدد من فيتنام ومن الصين من شباب فتح طلاب في القاهرة وألمانيا وعدة جامعات ذهبوا بعد النكسة إلى هذه البلدان وكانوا في الكرامة وخاضوا حرب أنفاق لم تخطر ببال الجانب الإسرائيلي ويعني زجوا بنجدات طويئة نجدة وراء نجدة فانضم الجيش الأردني بقيادة رئيس الأركان في ذلك ووقت المرحوم مشهور حديثي الذي أيضا يعني نذكر كيف أصدر أوامره بتعليمات من القيادة الأردنية ومن جلالة الملك حسين المرحوم جلالة الملك حسين وانضموا ليساندوا الفدائيين في الذين حاولت إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعمل التفاف عليهم ولكن أسطورة فعلا شكلت تغيير في مره التفكير العربي أن هذا كما قال تقريركم لا هذا الجيش يقهر عندما يجد من يقاتل بصلابة وشرف وإرادة بالاستناد إلى الحق والإرادة بالاستناد إلى وبالتالي فعلا في اليوم التالي عندما نقلوا الشهداء إلى جامع الحسين في وسط مدينة عمان أذكر لا ترى نهاية للجماهير التي جاءت من كل أنحاء الأردن للمشاركة في تشياء هؤلاء الشهداء الذي استمر الوصول إلى مقبرة الشهداء قرب مخيم الوحدات نهار كامل وسيل الجماهير لم ينقطع وشكل تحول كبير كما قال التقرير في نظرة الأشقاء العرب جميعا قوة وأحزاب وجماهير وحتى الأنظمة بدأت تغير مفاهيمها وتعترف يعني تعترف ب قوة الفدائيين وإعطاء وتقديم التسهيلات لهم وهكذا يعني ستبقى هذه المعركة إحدى معارك النهوض في إطار حرب الشعب الطويلة الأمد كما تعلمنا من من سبقونا من شعوب ودول هناك تقدم هناك تراجع هناك انتصار هناك لذلك نحن نقول ستبقى هذه المعركة تلهمنا على الاستمرار للنهاية حتى نرفع راية فلسطين وخوض جميع المعارك وصولا إلى الدولة كل المعارك بكل الأشكال بكل الأشكال حتى نصل إلى هدفنا الذي حددناه منذ الانطلاق كما قال الشهيد الخالد ياسر عفات حتى يرفع شبل وزهرة فلسطينية علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائس القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية شاء من شاء وأبا من أبا طيب بالانتقال الآن إلى الساحة الداخلية والتطورات الداخلية دعني أبدأ مع الدكتور محمد حمزة حول ذلك دكتور محمد حمزة كانت رسالة الرئيس محمود عباس واضحة في خطابه أمام القيادة الفلسطينية ولازل الباب مواربا لإتمام المصالحة فقد قال إما أن تتحمل السلطة كامل المسؤولية عن القطاع وإما حماس بوصفها السلطة القائمة بالانقلاب تتحمل المسؤولية برأيكم ماذا ستختار حماس يعني في تقديري أن حماس اختارت منذ فترة طويلة بعد عشر أعوام من اختطاف قطاع غزة والانفراد بحكم قمعي بوليسي يشدد قبضته على المواطنين ويلحق الأزى والإفقار بالأغلبية العظمى من المواطنين من شعبنا في قطاع غزة اضطرت حركة حماس لأن تمثل دور الساعي أو الذي يقبل بإتمام المصالحة في ظل ظروف تشفيف مواردها المالية عشر سنوات وهي تمتنع منذ اتفاق مكة في فبراير 2007 مرورا بكل الاتفاقات وصولا إلى الاتفاق الذي يوقع في القاهرة لم تكن حماس ترغب على الإطلاق وتتمنع وتتهرب وتتفلت دائما من كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بإشراف دول عربية وبرعاية دول عربية كانت مصر دائما حاضرة في أكثر وأغلب مثل هذه الاتفاقات لكن حماس بعد عشر سنوات من اختطاف قطاع غزة وبوادر انفجار الوضع الشعبي في وجهها بعد هذه العشر السنوات العجاف اضطرت أن تمثل هذا الدور بانتظار متغيرات جديدة لكن بعد التوقيع على اتفاقات في القاهرة كانت تشكل بداية حقيقية لإنهاء هذا الانقسام السياسي وإعادة غزة إلى حضن الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حصلت تغيرات جديدة أهمها بمتغيرين المتغير الأول هو الحديث المتواتر حول صحة الرئيس وحول احتمالات خلافته والولايات المتحدة التي تحدثت علنا على أن الرئيس أبو مازن أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل وأنه يجب أن يذهب هنا حماس تراجعت تماما وعادت إلى مواقعها المتخندقة في خندق الانقلاب وقالت أنها يجب أن تنتظر بانتظار هذا المتغير والمرحلة التي تلي الرئيس أبو مازن من جهة ثانية فتح الباب أمريكيا حول صفقة جديدة أذكر هنا لأننا يجب أن نضع الإطار الدولي للحادثة الإجرامية التي استهدافت رئيس الوزراء ومدير المخابرات الفلسطينية رئيس ما يسمى بدولة إسرائيل في الكنيسة ترافلين يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية غزة خارج السياق ترامب في الإدارة الأمريكية حاول أن يمهد لما يسمى بصفقة القرن أولا بمحاولة إخراج القدس من هذه المعادلة عبر تصريح أو الشهير بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل في خطوة لاحقة حاول أيضا أن يخرج اللاجئين ملف اللاجئين من التسوية المقبلة بقطع معوناته أو الإمدادات الأمريكية عن الأنروة لإخراج في الحلقة الثالثة يحاول إخراج قطاع غزة هنا تتناغم حماس مع هذا المشروع الأمريكي وليست تصريحات الحية بالأمس ببعيد عننا ليقول أننا مستعدين لفتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية الحادثة الإجرامية في قطاع غزة تزامنت هذه الحملة أو العملية الإرهابية في قطاع غزة مع المؤتمر الذي عقد في الولايات المتحدة لتحسين أوضاع قطاع غزة الولايات المتحدة التي تقطع المعونات المالية عن الأنروة تهب الآن لتحسين الأوضاع المعيشية في غزة وتتوافق معها وتتزامن وتتناغم مع عركة حماس حماس تعود مرة أخرى إلى موقعها الانقلابي وهي واهمة أن هناك متغيرات جديدة ربما تصب لمصلحتها لم يكن من الممكن تدوير المصالحة أكثر من ذلك لم يكن من الممكن ترك حماس تعبث بمصير الشعب الفلسطيني ومصلحته في هذا الظرف التاريخي أذكر دعني بس أقول في عبارة واحدة في 21 فبراير سنة 68 معركة الكرامة الثورة الفلسطينية كانت تتعرض لمحاولة صحق الآن تتعرض لمحاولة تصفية فتح وحدها وبقرارها الوطني المستقل قررت المواجهة في تلك بعد هذه المعركة انفتحت أبواب الأنظمة العربية وخاصة علاقة عبد الناصر بالثورة الفلسطينية بعد هذه المعركة وبعد هزيمة 67 وقفت الأمة العربية على أقدامها اليوم القيادة الفلسطينية تعيد نفس الموقف المبدئي وهو المواجهة مع مشروع لتصفية أو محاولة سحق القضية الفلسطينية الغائب الحاضر هو الوضع العربي الذي يجب أن يتبنى هذا الموقف الوطني الفلسطيني الذي وقف وحده يقول لترامب يخرب بيتك ويقول للسفير الأمريكي كفعا أن تكون استيطانيا وصيونيا طيب سيد عزام الأحمد هي نقطة في غاية الأهمية تفضل بها دكتور محمد حمزة أمريكا تقطع المساعدات عن الأنروا وتتباكى على قطاع غزة والوضع الإنساني في قطاع غزة كيف نظرتم إلى التصريحات التي صدرت من قيادة حماس حول استعدادهم لفتح قنوات اتصال مع أمريكا بعد خطاب الرئيس لم أفاجأ الذي يتصل في إسرائيل يتصل في أمريكا ولدينا معلومات ووثائق عما أقول وليست يعني المرة الأولى ولكن اختيار هذا التوقيت يبدو كما قال أخي الدكتور سمير أنهم يعتقدوا هناك من في الساحة الفلسطينية وخاصة في حماس من يعتقد أن صفقة القرن ستحيط في المشروع الوطني الفلسطيني وقادته وعلى رأسه من رئيس أبو مازن وحركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير بكل فصائلها لأن منظمة التحرير هي الوطن المعنوي حتى الآن للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حتى يقطعوا الطريق على جهود الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتحقيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس ويتساوقوا مع الطرح الأمريكي وهذا ليس جديد لنتذكر لنتذكر مشروع التوطين القديم في سينا لنتذكر مشروع الجنرال أيلانز لإقامة دولة في غزة وربما يضم كما يفكر الإسرائيليين طبعا نحن واثكون من الموقف المصري لا يمكن أن يقولوا نعم لهذه المؤامرة القذرة وبنفس الوقت يعني شيء مبكي مضحك يعقده اجتماع في البيت الأبيض فلسطين تقاطعه ويخرج أحد قادة حماس ويديش أسماء أقول اللي بنتقد بشكل مبطن مقاطعة فلسطين لاجتماع البيت الأبيض اللي هدفه التآمر على القضية الفلسطينية والتناقض ومنفس الوقت البحرية الإسرائيلية إنسانيتها كبرت شددت أكثر في البحر واعتقلت أكثر مزيد من الصيادين بجوز هذا حقيقة الدعم الإنساني وتطلق النار على مراكب الصيادين واليوم يبدو قد مركزنا على المسألة صار يقولوا وفقره يوسعه لا إحنا منكون كرامة الوطن هي الوطن طيب سيد عزامي الأحمد السؤال الذي يطرح في ظل هذه التلميحات المباشرة من قبل قيادة حماس أنها مستعدة لفتح قنوات اتصال وأن تقول أخي عايد لم تفاجأ ولكن ما هي الأدواء هل ستسمحون بتجاوز الممثل الشرعي والوحيد وأحد لن يستطيع الشعب الفلسطين طيب ما هي الأدوات لصدهم أنا بقولهم اذهبوا وحاولوا لن يستقبلهم أحد لأنهم لا يمثلوا الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني بدماء شهداء معركة الكرامة نعم وبدماء الصمود في لبنان وجنوب لبنان وفتح لاند ودولة دلالة المغربي نعم ما اجتش تمثيل منظمة التحرير فجأة اللي أي بناء خارج منظمة التحرير لن يكتب له النجاح عندما تأسست حماس تأسست خارج إطار منظمة التحرير نعم لتكون بديل كما رابين فكر عندما كان وزير دفاع وسهل إقامة البناء والمؤسسات لحركة حماس سواء كإخوان مسلمين في الضفة ومجمع إسلامي في غزة على أمل أن يشكلوا بديل عن منظمة التحرير و 25 عاما وأبو عمار رحمه الله يحاورهم حتى ينضموا رفضوا القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لم يشاركوا لم يشاركوا رفضوا وبالعكس يعني التناقضات اللي خلقوها في الشارع الفلسطيني وهم تأسسوا بعد الانتفاضة بعدة أشهر أضعفوا الانتفاضة بسبب المشاكل التي حصلت يوم الإضراب كما تكون القيادة الوطنية الموحدة كل الشعب الفلسطيني كل قوى الشعب الفلسطيني أوهم لذلك نحن لا نتفاجأ نحن لا نخاف ونقول لا توجد قوة في الأرض لو اجتمع كل قوة الأرض بما فيه أشقان العرب سامع شو بقول بما فيه أشقانها وبقيادة ترامب لن يستطيع التجاوز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وترامب عندما زاروا نتنياهو في البيت الأبيض اعتقد شاهد التلفزيون نعم بسألوا الصحفيين في المكتب البيضاوي انه وين صفقة القرن قال لسه مش جاهزة طبعا ليش لش أنه أبو مازين قال لا أنا بقول لك لن تجهز سجل علي لن تجهز يبحثوا عن حل آخر وشو قال لترامب قال لم تجهز وقال احنا نفكر بمفاوضات ولكن إذا لم يأتوا الفلسطينيين اللي هم منظمة التحرير فيش مفاوضات هيك بنعرض صلى حرف ترامب حكا وبالتالي أقول لشعبنا اطمئن لا تنجر وكل أهلنا في قطاع غزة شددوا من تمردكم على لغة الانكسام والانكساميين انتفضوا في وجوههم آل الأوان أن يوضع حد لهذا الانكسام سنتحدث بإسهاب عن هذا الموضوع ولكن اسمح لي أن أعود إلى الدكتور محمد حمزة دكتور محمد حمزة مجمل التطورات الخيرة على الساحة الفلسطينية كيف تابعتها جمهورية مصر العربية وبرأيكم كيف سوف تتعامل معها يعني بالتأكيد مصر التي لعبت تاريخيا دورا كبيرا مساندا للقضية الفلسطينية بشكل عام لم تكن أبدا لا تتدخل في الشأن الداخل الفلسطيني لكن المصلحة الوطنية المصرية من جهد من باب الأمن القومي والحرص على الأمن القومي العربي والأمن القومي الفلسطيني والمصري هناك مساعي حثيثة لمحاولة إنهاء حالة هذا التمرد الحمساوي في قطاع غزة وإنهاء حالة اختطاف قطاع غزة من قبل حركة حماس لكن أنا أعتقد أن الوقت بات يعني صالح عن الآن لإنهاء ما يسمى بالوساطة لم تعود القضية الفلسطينية تتحمل مزيد من الوساطات لأنه ليوجد طرفين متصارعين يوجد طرف معتدي وخاطف وأثيم وانقلابي هذا الطرف يجب أن يشار له بالبنان ويقال أن حماس التي قامت بانقلابها العسكري الدموي قبل أكثر من عشر سنوات نحن بصدد 11 عام الآن يجب أن نضع حدا نهائيا المسؤول عن كل ما يحدث في قطاع غزة وعن هذه المجمل الجرائم التي امتدت عشر سنوات عن تهديد الأمن القومي المصري حماس هي المسؤولة عنهم الأسماء والصور موجودة لدى كل الأجهزة ولدينا وعرضناها مرارا على عدة قنوات داخلية وخارجية من عشرات من الذين كانوا في حركة حماس وفي القسام ثم تسللوا عبر الأنفاق التي أنهكت الوضع الأمن المصري الداخلي والتي بسببها استشهد أكثر من ألف من ضباط من خير الضباط وجنود مصر في سناء على يد العصابات الإجرامية الموجودة في سناء والتي لها علاقات مباشرة مع حركة حماس وأثبتنا بالأسماء والصور هذا الأمر إذن دمرة واحد لم يعد من المقبول استمرار الوساطة ما هو مطلوب الآن من الجهات التي رعت مسألة ما يسبب المصالحة أن تقول الآن من هو المزنب لو أن المزنب فتح تقول أن المزنب فتح كانت هناك اتفاقات تم التوقيع عليها في الأجهزة السيادية المصرية حول ضرورة تسليم وجدول زمني لم تنضبط له حماس واخترقته مرة بالمماطلة ومرة بالامتناع ومرة بهذه الأسليم التي نعرفها جميعاً لم يعد من المقبول الاستمرار في الوساطة الآن على الأطراف التي وعلى رأسها مصر التي رعت هذه المصالحة أن تقول أن المسؤول خاصة بعد عشرين يوم من المباحثات الثنائية التي جمعت حماس به الأجهزة السيادية المصرية ووافد مصر أمني على أعلى مستوى بقي في قطاع غزة لثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع ولم يتم تفكيك برغي واحد من الملفات الأساسية التي تم الاتفاق في القاهرة على ضرورة تسليمها وبالتالي الآن لا يوجد مجال مرة أخرى لمصالحة يوجد تحكيم على الطرف الذي يعطل أو تطوع لإنهاء هذه المصالحة أن يحدد الجهة التي تعطل المصالحة هذه واحدة اثنين لم يعد من المقبول كما قال الرئيس أبو مازن الحديث عن أطراف لهذا الانقسام في طرف واحد اختطف قطاع غزة جوع الناس أفسد الوضع تماما في قطاع غزة سمح بنمو جماعات إرهابية خارج إطار السلطة الفلسطينية ويتبجح أو يتخفى ويطلطى وراء شعار المقاومة ونحن نعرف جميعا أن من يحمي حدود إسرائيل الآن هو حماس وأن المقاومة دكتور دعني لو سمحت أن أعود إلى سيد عزام الأحمد لأناقش معه هذه النقطة وهذا الصوت العربي المصري يطالب على الملأ وعلى روسي الأشهاد مصر أن تؤشر بإصبع الاتهام للطرف الذي يعطل المصالحة كيف تتابع هذا الموضوع؟ ما رأيك فيه سيد عزام؟ يعني أنا أضم صوتي إلى أخي الدكتور سمير وأيضا أقول له نحن في لقاءاتنا مع أشقائنا في مصر المعنيين في متابعة ملف إنهاء الانكسام في الكيادة المصرية طالبنا بنفس المطالبة ونحن لم نأتي ببدعة جديدة نعم عام 2009 عام 2009 عندما مصر أنهت الصيغة النهائية كتابة الصيغة النهائية لاتفاق المصالحة عرضوا على الرئيس أبو مازل في ذلك الوقت الوزير عمر سليمان وأحمد أبو الغيط كان وزير خارجي أمين الجامعة العربية الحالية بحضوري مطلوب من حماس وفتح أن يوقعوا على الاتفاق يوم 15-10-2009 هذا كلام الوزير عمر سليمان وبحضور أحمد أبو الغيط قال واللي بيجيش بيوقعش راح ينطلع بيان اندينه أنا كنت مش مقتنع بالتوقيع ولكن صار قرار الرئيس أبو مازل أنا أذهب وذهبت عندما تبينوا حماس لم تأتي وأنا كنت قلت للوزير عمر سليمان أنا متأكد لن يأتوا رغم اتفاقكم المسبك معهم ذهبت في 15-10 بعد نقاش طويل رغم الضغوط الأمريكية التي مرست علينا حتى لا نذهب للتوقيع أبو مازل قال لاميتشيل أموال الدنيا لا تساوي شيئا أنا موحدة شعبنا وقال ليالأكون روح وقع رحت قلت لهم بدنا البيان وقعت وصدرت مصر بيان أدانت فيه حركة حماس الآن نفس الشيء وقعنا في 12-10 وأنا بضم صوت الأخ سمير وللعكل وللمنطق احنا عرفنا دكتور محمد حمزة عشب هو محمد حمزة المناضل القائد الفلسطيني نعم في المقاومة الفلسطينية نعم لذلك كنا لهم أنه يجب أن تكونوا حكم وتقولوا من لم ينفذ والرئيس أبو مازن أبلغ ذلك في الاتصال التلفوني قبل يومين للرئيس السيسي شخصيا هل تمكنت الحكومة؟ لا أي عاقل أي جاهل بيعرف الحكومة تمكنت ولا لا في غزة طب بس دقيقة هل سلمت المعابر شكل كامل الإخوان في مصر يعرفوا لا وحماس تتحكم بالمعبر كما تريد وترسل كما تريد وهالي غزة يقولوا الحديث الكثير ادفى مبلغ تغادر لا تدفع لا تغادر يعني الإرادات هل سلمت؟ القضاء هل سلم؟ النيابة العامة هل سلمت؟ كله لم يسلم شيء ورغم ذلك نحن نثق بأشقانها في مصر وحرصهم على وحدة الشعب الفلسطيني وبقول هذا كما قيل لنا سابقا وإذا فتح مخطئة كما قال محمد أو الأخ سمير نعم لي يقولوا لا نزعل وهذا أنا قلت للأشقاء في مصر مباشرة لن نزعل إذا قلتوا وحددونا وين إحنا ما نفذناش والآن الرئيس أبو مازين كان واضح أسود أبيض أسود أبيض نعم في الانقسام اللي طرف واحد اسمه حماس اللي اختطفت غزة بقوة السلاح هي بإيدها الكلمة السحرية قبل قليل ووجهت نداء لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالانتفاضة في وجه الانقلابيين وفي وجه الانقسام السؤال المطلوح ما هي الأدوات برأيكم لجعل حماس تلتزم وتمتثل الاتفاق الذي وقعت إليه هل أنتم تدعون الآن الشعب الفلسطيني لانتفاضة في وجه حماس إحنا مش قصة في وجه حماس في وجه الانقسام إذا حماس تريد أن تستمر في الانقسام الانتفاض في وجهها فتح تريد الاستمرار في الانقسام الانتفاض في وجهها كل من يساند الانقسام يجب لفظه من بيس صفوف شعبنا ورغم ذلك ونحن كنا للأشقاء في مصر والرئيس أبو مازن في خطابه قال سيبقى باب المصالحة مفتوحا لإنهاء الانقسام لكن لا أقبل كلمة طرفي الانقسام لا فيش في الانقسام لا طرف واحد وهذا أبلغ لكل الفصائل منظمة التحرير والشخصيات اللي كانت في الاجتماع أمس الأول في المقطع عندما أعلن ذلك إما سلطة القانون تسود في غزة كما هي في الضفة السلطة الشرعية تتولى الأمر واللي بده يختطف هذا الجزء من الوطن الحبيب ليتحمل المسؤولية ونحن سنكون بواجبنا تجاه أهلنا بالطريقة التي نحددها ولدينا الوسائل الكثيرة نعم نناشد شعبنا أطفالاً ونساءً وشيوخاً ورجالاً قبل الفصائل قبل الفصائل نناشدهم انتفضوا في وجه الانقسام كما تنتفضوا في وجه الاحتلال الانقسام من أسباب استمرار الاحتلال إذا نريد التخلص من الاحتلال يجب أن نتخلص من غزة محتلة غزة محاصرة ممنوعة من الميناء ممنوعة من المطار محاصرة وتنهر وكلها حصار طب مين طب أنت تقول له لا ما تحررتش إسرائيل حتى الآن لم تودع في الأمة المتحدة أي وثيقة تقول أنها انسحبت من غزة هي عادة الانتشار حتى تخلق الانقسام حتى تخلق الانقسام وبالمناسبة على طريقة نتنياهو حماس قاعدة بتدور على وسطاء بديش أحكي فيها حتى لو سألت مش راح أحكي وسطاء مع الإسرائيليين لا قال بتصلوا هنا وهنا هين مع هذا وهذا وهذا بالخارج مع دول تعالوا توسطوا مع الرئيس أبو مازن إحنا مستعدين إحنا كذا طب ما فيه وسط مصري قاعد عندكم طب نفذوا الاتفاق اللي وقعناه في بيته بلاش تتكرر تجربة جلالة المرحوم خادم الحرامي يعني حماس هل تبحث عن وسطات جديدة مش تبحث صارت متصلة ومتصلين فينا تسألنيش مين هم في المنطقة يعني؟ طبعا في المنطقة وحتى أطلعنا الإخوان في مصر هاي دليل عدم جدية زي نتنياهو اللي اتصل في إحدى دول أمريكا اللاتينية قال بدهم يتوسطوا له مع أبو مازن أجاب مازن قال لهم موافقين راحوا له رجعت وزيرة الخارجية طبعت هاي الدولة وقالت لهم زي نتنياهو طلعوا كذبين مدهم مش نفس الأسلوب طيب نفس الأسلوب طيب سيد دكتور نقمد حمزة عندما تخصص وسائل إعلام عربية كبيرة في هذا الوقت الخاص الذي تمر به القضية الوطنية الفلسطينية مساحات واسعة للهجوم والإساءة للرئيس محمود عباس برأيك هل هذا يأتي في إطار يعني خطة في إطار ممنهج أم أنه عبثي ليس عبثيا بالتأكيد كلما اتخذت القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس محمود عباس موقفا حاسما وقاطعا في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي ترعاه بعض الأطراف الأخرى وتندمج فيه كلما سمعنا هذه الأبواق التي تنطلق من أكثر من مكان وتتناغم جميعها مع بعض لبرمان في إسرائيل يتهم الرئيس الفلسطيني بالإرهاب ويقول أنه هو الذي يحرد على العمليات وعلى الإرهاب وحماس تجاوبه بأنه انتهت الولاية الرئيس أبو مازن وإحدى المحطات المشبوهة في إحدى الدول أيضا تطلق هذه الحملة في التناغم مع هذه الأركسترة المتآمرة على الشعب الفلسطيني الأمر لا يخص فقط الرئيس محمود عباس ولكن يخص الموقف الذي اتخذه الرئيس محمود عباس لو أن محمود عباس تماهى مع هذا المشروع ويعني حاول أن يصمت على المؤامرة سواء في القدس أو في غزة أو حول اللاجئين لما سمعنا مثل هذه الأصوات ولا تحول الرئيس أبو مازن إلى معبود الجماهير لكنه الآن يصبح هدفا لكل هذه الأصوات النكراء التي تتناغم مع بعضها البعض انطلاقا من إسرائيل تجاوبها حماس في غزة وفي إحدى العواصم العربية الأخرى وقائد الميسترو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه على الرئيس أبو مازن أن يختار ما بين التطرف وما بين خدمة شعبه وكأن الولايات المتحدة حريصة على خدمة الشعب الفلسطيني أكثر من حرص القيادة الفلسطينية المستهدف شخص الرئيس وموقف الرئيس الفلسطيني وهذا هو الأمر الذي يجب أن ننتبه له عندما تصدر الأصوات وتتناغم من وزير الدفاع الإسرائيلي لأركسترا حماس إلى الميسر وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المحطات المشبوهة في بعض العواصم العربية تدرك تماما أن المستهدف هو الموقف محاولة كسر إرادة الموقف الفلسطيني الذي أعلن في وقت مبكر أنه ضد هذه الصفقة ولن يسمح بتمريرها دعني أقول في عبارة واحدة أنه مشروع فصل قطاع غزة وإقامة شبه دولة في قطاع غزة هو خطر على الأمن القومي المصري كما هو خطر على الأمن القومي الفلسطيني وهذا المشروع لا يمكن له أن يمر على الإطلاق لن يمر هذا المشروع سيد عزامل أحمد دعوت الشعب الفلسطيني للانتفاضة في وجه الانقسام ولكن أيضا رئيس محمود عباس بصفته زعيما للشعب الفلسطيني قال أنه سيتخذ الإجراءات والقرارات الوطنية والإدارية والقانونية وأيضا المالية لحماية المشروع الوطني السؤال الأخير في هذا البرنامج ما هي شكل الإجراءات التي ستتخذ في وجه الانقسام على الصعيد القيادة هناك بعض المنحرفين والسذج يقولوا سيتخذ إجراءات ضد غسة لا سيتخذ إجراءات هو ونحن معه ضد سلطة الخطف وسلطة الإنقلاب حتى يقودها ولكن التزاماتنا اتجاه أهلنا كما أشرت قبل قليل قادرون على القيام بواجباتنا اتجاه أهلنا في غزة لكن يستفيدوا مثل النبات الطفيلي من واجباتنا اتجاه شعبنا هذا يحتاج إلى ذكاء ودقة حتى لا يستفيد النبات الطفيلي من ذلك يعني أرجو أن أكون دقيق وأقول في الذهن حتى الآن لم يبدأ لم يبدأ ولم يحدى التاريخ للبدء حتى هذه اللحظة وليس بالضرورة أن يعلم ولكن نقول الرئيس أبو مازم وجه نداؤه بمسؤولية وأبلغ الجميع كل من اتصل فيه من الأشقاء العربة وفي مقدمته من رئيس السيسي أبلغوا ذلك عدم البدء بهذه الإجراءات تليه فرصة لحماس أيضا طبعا يعني فرصة يعني قلنا إما هيك أو هيك يعطيه فرصة يجاوب هل هو صادق ولا مش صادق كانوا مرتبكين عندما أمنوا بعض الوسطات رجعوا يهاجموا يقولوا يهددونا دوم يتصلوا في أمريكا تهددونا يش روحوا اتصلوا مع مين ما بدكم اتصلوا مع اللي زيكم رغم هيك حتى الآن وكما قال أبو مازن في الاجتماع حتى الآن نرفض القرار الأمريكي باعتبار حماس حركة إرهابية سامعني شو بقول؟ إحنا لا نتصرف بالغدود فعل ولا نتخذ نعي ما نكون حماس حتى الآن هي جزء من الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية فلسطينية كما يدعو وكما نحن وافقنا على ادعائهم نأمل أن يكون ادعائهم حقيقة واقعة حتى انتهاء الانكسام يخلق مصالحة ويخلق شراكة ونسير معا لمجابهة الخطر الذي تتعرض له القضية نكبر صفقة القرن ونكبر الاحتلال ونقيم دولتنا في الضفة وغزة والقدس عاصمتها الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وفقرها الشرعي الدولية هنا المصداقية الجميع على المحك وأنا بتقديري برد كرر وعلى الشعب أن يحكم ويتحرك ويتحمل مسؤوليته والقوى السياسية والفصائل عليها أن تتحرك كل من يقول طرف أي الانكسام هو مع الانكسام وآخر جملة ويسمعوني الأشقاء في مصر احنا وقعنا اتفاق يوم 12 عشرة نعم اختلفنا أثناء النقاش في 11 عشرة الأخي حيا السنوار ورفعوا الإخوان المصريين الجلسة رفعوا الجلسة قعدنا ساعتين والإخوان المصريين بيحاولوا الإخوة المصريين سامعيني الإخوة مش الإخوان الإخوة المصريين يحاولوا يقربوا وجهات النظر دخلنا أجا الأخي حيا السنوار وله بقول إنه إحنا وصلنا لحل كنا له تفضل قال بنكترح إحنا حماس ما لاش علاقة وإحنا مش طرف في الانكسام رأزان أنا وقفت قلت نحن نقبل بهذا الحل تراجع بعده ثانية بفكر يعني فاهم شما هذا ما طلبه أبو مازين في خطابه نعم إما سلطة تتحمل مسؤوليتها وفق القانون فوق الأرض تحت الأرض كله والمواطنين سواسية مهما كانت اتجاهتهم ولا فرق بين خان يونس ونابلس ولا بين خزة ورام الله ولا بين رفح وجنين شكرا جزيلا لك سيد عزام الأحمد عضو الأجل المركزية لحركة فتح وشكر موصول إلى دكتور محمد حمسة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة معنا وشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدين على حسن المتابعة هذه تحية طاقم العمل هيث معك في التنسيق والمتابعة وحسن النجار في الإخراج تمتم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر